فيما يتعلق بمؤتمر برلين اليوم يعني الحضور عدد الحاضرين اتضحى وألمانيا يعني أعلنت عن قائمة الحضور القائمة تضمن الحضور الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين والإمارات وتركيا والكونغو وإيطاليا ومصر والجزائر في حين يعني لم يتم دعوة لا تونس ولا قطر قبل الحديث عن تونس وقطر اليوم يعني هل يعول الشعب الليبي على هذا المؤتمر تحديدا ثم سنعود موضوع تونس وقطر هو الشعب الليبي يعول على كل شيء من نجل حل الأزمة لكنه لا يتق في هذه المؤتمرات لأنها بدأت من مؤتمر باريس إلى مؤتمر بليرم ولم تؤتي إلى أي نتائج سوى ترصيخ المجرم خليفة حفتر وراء بعض الأجندات التي تسعى إليها هذه الدول في عملية وجود هذه المؤتمرات ملتقى باريس رصخ خليفة حفتر المجرم على أساس أنه رجل سياسي مؤتمر بليرمو كان صراعا بين إيطاليا وفرنسا من أجل الانتخابات ومن أجل بعض الأجندات داخل ليبيا وكانهم الاثنين هم الذين يقررون مصير ليبيا ولذلك حتى مؤتمر بضبي المخفي السرية كان قد يقال بأنه كان يتحدث عن تنازع يعني توزيع السلطة بين حفتر وبين السراج والآن مؤتمر برلين ما زالت تشوبه العديد من الأشياء بالرغم أنه موجود فيه بعض النقاط التي وضيحت منها حتى قضية الميليشيات من الميليشيات هو أنت لا تقدر الآن أن تحكم على الميليشيات في ظل وجود حفتر إذا أنت خفيت حفتر ستختفي الميليشيات لكن حفتر موجود من سيتصدى له من تصدى له الآن لذلك أنا أقولها بصراحة لا يمكن خفاء الميليشيات ولا يمكن قضاء عليه بهذا الشكل إذا كانت دول تدعم في خليفة حفتر المجرم وتريد بعد ذلك أن تسمح له بالدخول للعاصمة وتدميرها وتقول الميليشيات كيف تقول الميليشيات أنت بأي حق تتكلم على هؤلاء يفترض وأنا أقولها نصيحة لهم أن يدمجوا مع بعض من بعض ويكونوا حرساً وطنياً يدعى وقت الحاجة لذلك فوتوا عليهم هذه الدول فوتوا عليها هذا الأسلوب وهذا الكلام الغير منطقي ثانياً عملية الشباب الشباب مثلاً يريد أن يدخل في الجسم المدني أو يدخل في الجسم العسكري هذه من أساسيات الدولة الليبية ومن خطط تنمية في الدولة الليبية لا يمكن تدخل فيها حتى أنا رأيت بعض الكلام حقيقة الذي يشار إلى أن ألمانيا قالت بأن مؤتمر برلين هو من أجل وقف التسلح والدهاب لعمل السياسي ما هي ميركل وقف التسلح اليوم يعني من تضحكم وقف التسلح بعد تسعة شهر عام كامل حفتر مسلح ليس عام ليس عام ممكن أربع سنوات ولقت السلاح الذي أتى به إلى العاصمة هذا سلاح دول دول ليس سلاح سيارات آليات عسكرية بالهبل مدرعات تايجر وإماراتية بالهبل مدرعات حتى من الأردن مدرعات مصرية صناعة مصرية أمريكية من مصر الطائرات داون من الصين كيف الآن عندما دخلت المدرعات التركية بدأنا نتكلم عن التسلح مثل ما حدث عندما تكلم مبعوط الأمم المتحدة في ليبيا عندما رأى المدرعات التركية قال ليبيا فأحضر تسلح باي وينك يا نايم قبل